أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّيْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سُبْحَنَ اللَّهِ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٍ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدٍ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٍ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَسَمُودِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٍ فِي لَوْحِمْ مَحْفُوظُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna insyaAllah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan Kaidah Al-Mutajwid jadi gak usah mikir mana itu ikhfa mana itu ikhfa cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan Kaidah Al-Mutajwid nah yang kedua ada wakaf ibtidaknya jadi berhenti dimana memulainya dimana dan juga musraf ini menggunakan khot huruf tulisan yang tebal jadi enak banget untuk dilihat ya beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis nah Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran dan disini Quran At-Tartil banyak varian warnanya ada warna biru, merah, pink hijau, hitam dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain